فالبيانة الدول التسعة بيقول ايه دعم المنظمة التحرير الفلسطينية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية الدولة الفلسطينية هنا بقى الوجه الفلسطيني الشرعي هو اللي يطلع في غزة ويطلع هناك ويبقى في الحالة دي مش بس الدول التسعة الجمع العربية والدول اللي فيها العالم الإسلامي العالم الأوروبي عنده وجه يتعامل معها زو طبيعة شرعية يوم معترف بها منظمة التحرير الفلسطينية عضو مراقب في الأمم المتحدة وكام ده بيديها حق وده حصل لغاية قريب لغاية سبتمبر انه الرئيس عباس بروح يتكلم في اجتماع الجمعية العامة ويبقى من حقه في هذه الحاجة لانه يتكلم عن المستوطنات ويتحدث كل الامور دي تيجي بقى من دول بينها وبين اسرائيل كلام يعني ومصالح طيب هنا هل حماس تسمح بمزيد من الامكانات للسلطة الفلسطينية هي درموهم من فوق المباني يعني احنا بنتكلم على هذا البيان وهذه التوصيات طبعا ده بيتعرض مع مصالح حماس داخل القطاع طبعا كل حاجة لها معارضاتها لكن ازاي انا ما بقولش حماس تمشي انا بقول من السلطة ترجع يعني اللي انا بعمله خاصة انك انت دلوقتي بتتكلم عن انك انت فلسطين مش بس جغرافيا فلسطين يعني فلسطينينين بشر فهنا حماس مطالبة بحماية لم تقم بجهود ده بجهودها اللازم لحماية الشعب الفلسطيني باقامة ملاجئ وبتخزين مواد غذائية وادوية وكلام زي كده لهذه العمليات نمرة تلاتة انها اختارت عملية متصورة انها هتفجر الاقليم لاسباب ده موضوع تاني لانه كان يعني ببساطة انا تحليلي انا الحرب دي قامت لانها تريد افساد الترتيبات الجارية ما بين السعودية واسرائيل لتطبيع العلاقات بين الدولتين ولانها مرتبطة باتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية بضمان امن المملكة العربية السعودية فلانه ده حصل ده بيعمل تغيير جيوسياسي انا رأيه بيؤدي الى امن الاقليم انما في وجهة نظر ايران لا ايران اللي قاعدة تبني فيه بقالها سنوات طويلة من حيث قوات الحجد الشعبي حزب الله الحسيين العلويين جوه سوريا وكلاءها في المنطقة وكلاءها في المنطقة اللي هي عملت خلل استراتيجي الصالحة لانها بتستخدم الكلام ده في الوقت اللي هي عايزها انه هذا الخلل كان حيتصحح في غير صالحة او كما تصورته هي يعني هو دلوقتي كان فيه فرصة لما عودت العلاقات السعودية مع ايران والاماراتية مع ايران والمصرية مع ايران ان ايران ممكن تبقى جزء من الاقليم زيها زي تركيا زي اسرائيل زي اي دولة اخرى يعني لكن انا في تصوري ان ايران وطبيعة الحكم الموجود فيها كوجهة نظره ازاي تهد القصة دي كلها القضية الفلسطينية زاد حساسية عاطفية للعالم العربي والاسلام فانت انك انت تبتدي هذه العملية في هذا التوقيت دي جات بعد على طول الحديث التلفزيون اللي قد لبيه سموه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مع قناة فوكس اللي قال فيها ان احنا قريبين من نقترب كل يوم من التواصل الاتفاق الموضوع ده طبعا يعني خلق يعني هلع لدى الايرانيين كان قدامهم الطريق التاني اللي هو عقامة علاقات سلمية حل المشكلة اليمن بما يتمشى مع الحكومة الشرعية اليمنية ويتمشى مع مصالح السعودية ومصالح الشعب اليمن يعني انت عندك طيار يريد البناء والتنمية والسلام في المنطقة والاستقرار وطيار يريد ان هي تبقى عيشة على حالة صراع ابدي ما يعني قوة مختلفة تخليك انت تستنزف طول الوقت